مباراة الجزائر والسعودية في نصف نهاية كأس العرب للناشئين الموعد والتوقيت القنوات الناقلة والملعب الذي سيقام عليه اللقاء ومشوار المنتخبين وصولا إلى نصف نهاية كأس العرب للناشئين كل ده داخل الفيديو لكن في بداية الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد مباراة الجزائر والسعودية في نصف النهاية موعد المباراة سيكون يوم الاثنين المقبل خمسة تسعة الفين اتنين وعشرين خمسة سبتمبر الفين اتنين وعشرين الساعة أربعة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب خمسة ونصف بتوقيت مصر والسودان وليبيا ستة ونصف بتوقيت السعودية والعراق واليمن سبعة ونصف بتوقيت الإمارات وعمان سيقام اللقاء على ملعب سيق في ولاية معسكر الذي يتسع إلى عشرين ألف متفرج طبعا القنوات الجزائرية ستنقل المباراة وأيضا القنوات العربية الرياضية أما بالنسبة لمشوار المنتخبين وصولا لهذه المرحلة مرحلة نصف نهاية كأس العرب للناشئين منتخب الجزائري كان في المجموعة الأولى اللي بتضم السودان والإمارات وفلسطين قدر يفوس في المباراة الأولى في دور المجموعات على منتخب فلسطين خمسة مقابل لاشئ راح للمباراة التانية فاز على منتخب السودان اتنين مقابل لاشئ بعدين آخر مباراة ضد المنتخب الإماراتي في دور المجموعات فاز على منتخب الإمارات 3-0 بعد كده راح لدور ربع النهائي وفاز على منتخب تونس بضربات الجزائي الترجحية 3 مقابل 1 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي 1 مقابل 1 أما مشوار منتخب السعودية اللي كان في المجموعة الرابعة دي اللي بتضم بجانب السعودية مصر ولبنان وسوريا قدر يوصل من المجموعة الثاني المجموعة بعد ما خسر أول مباراة من منتخب مصر 0 مقابل 3 لكن فاز في الثاني مباراة على منتخب سوريا 4-3 وفاز في آخر مباراة على منتخب لبنان 4 فاز على منتخب لبنان 6 مقابل 0 وصعد ثاني المجموعة الرابعة دي طبعا وفي دور ربع النهائي فاز على منتخب العراق 4 مقابل 1 ليلتقي المنتخب الجزائري والمنتخب السعودي في نصف نهاية كأس العرب للناشئين يوم الأسنين المقبل على ملعب سيك في ولاية معسكر الساعة 4.5 بتوقيت الجزائر 5.5 بتوقيت مصر 6.5 بتوقيت السعودية 7.5 بتوقيت الإمارات يريد تتوقعوا نتيجة المباراة في التعليقات وما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته